أحبائي في أخبار حلوة في أخبار صارة وهي الأخبار الصارة اللي هي في الكتاب المقدس اسمع ما يقول الكتاب المقدس في إنجيل متى الإصحاح الأول والآية 21 فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب النبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عم نؤيل الذي تفسيره الله معنا ثم ننتقل إلى البشارة بحسب البشير لوقة يقول في آية 79 في الإصحاح الأول ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام ثم في آية 10 ملاك الرب بيتكلم للرعاة الرعاة اللي كانوا بيحرسوا الرعي الغنم في بيت صحور في حق الرعاة قريبة من بيت لحم كان كلام الملاك فقال لهم الملاك لا تخافوا فهأنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب وهذه لكم العلامة تجدون طفلا مقمطا مدجعا في مذود وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة أحبائي دعونا في بداية هذه الحلقة أريد أن أتكلم عن يسوع هو المخلص ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير